مرة أخرى يحل الموت ضيفا ثقيلا في مدينة الصادر هذه المرة اختارت السيارة الملغمة شارع الفلاح وسط المدينة لتقلب هدوء بيوته إلى صراخ ممزوج بالدموع أطلقه الباحثون عن أبنائهم بين الضحايا التفجير استهدف مطعما لبيع الأكلات الشعبية موقعا ثلاثة قتلى وستة جرحة يتموا الجهال رملوا النسوان يجموا بيوت العالم هذه الممتلكات مع العالم رايحة المردة تمرد البارحة بالجامعة الإمام الكاظم اليوم مدينة الصدر بأشر بالبيع عقبة بالكاظمية الله لا يوفق السواها إن شاء الله ولا يرضى عليهم إن شاء الله ليش البارحة قلوبنا ملخ ويهدومنا مشققه ووليدة ذاكة طايحة براسه وبنبت برجله ليش الله يقبل وفي الكرادة كان الهدف هذه المرة مقهى إرخيتة المعروف بمقهى الفنانين والكتاب والمثقفين مقهى لم يبق منه سوى أطراف أحاديث عن النهوض بواقع الثقافة والفن وعن العراق وملفات الفشل والنجاح فيه ونظارة طبية لم يعرف صاحبها وبقايا شمع أوقد لأرواح من اللحق بركب ضحايا الإرهاب وأيضا إبريقشاي كان الأخيرة في الليلة الماضية التي شهدت سقوط 24 شخصا بين قتيل وجريح كله تم إخواننا الفنانين ورياضين ولد شعراء كتاب يعني ناس شخصيات معروفة نقعد هاي للعشرة هاي مرات تصير طوبة نتفرج ماكو غريب يعني بيناتنا هنا ما نشوف اللي صار رأس الانفجار بالنص ما أقول لك هذا ميت هذا ميت بصفك هذاك ميت فدوضعية يعني تفزع زيان هذا قدرنا هو اللي حارب بالصشيم هذا صشيم يصيدون بي حيوانات لكن يبدو أن مقهى أبو زهراء كما يسميه رواده لا يحب الموت وهاهم يلملمون بحزن ما بعثره جسد الانتحاري الذي هاجمه ليعيد الحياة للمقهى رغما عن دعاة الموت نرجع بقوة واليوم هو الليذان ببدء شعال الشموع ونبقى ربما البعض سيقلق لكن أنا أعتقد بالنتائج النهائية قانون الحياة هو الذي ينتظر نحن شعب يحمل في جيبه شهادة وفاة بلا تأريخ هذا ما علق به البعض في مدينة لم تعرف الهدوء ولم ينعم أبناؤها بقسط من الراحة وبدت رائحة البارود فيها تزداد مساحة انتشارها مع اقتراب موعد الانتخابات العامة حسين أسد الحرة بغداد